بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بولادتي قمر العشيرة أبو الفضل عباس سلام الله عليه باب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول علماؤنا الأعلام ومنهم آية الله سيد إبراهيم الزنجاني من قرأ هذا الذكر المبارك أربعة وثلاثين مرة على عمر العباس عليه السلام وهو دعاء الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه يقرأه نيابة عن أب الفضل العباس سلام الله عليه على قدر عمره الشريف أي بمعنى عمر العباس عليه السلام أربعة وثلاثين عام أنت تقرأ دعاء الفرج أربعة وثلاثين مرة نيابة عن العباس عليه السلام وتهدي ثوابه لمولانا الإمام الحج المهدي المنتظر سلام الله عليه وسوف تجد أن العباس عليه السلام إن شاء الله وكذلك الإمام الحج المهدي المنتظر عليه السلام يعملان فورا على قضاء حاجتك وهذا يعتبر من المجربات وعندما تكون حاجتك وتصور وتخيل بين يدي العباس وبين يدي صاحب الزمان سلام الله عليه كيف لا تأتيك البشارة عاجلة غير مؤجلة في نفس اليوم إن شاء الله تعالى أطلب دائما العلامات في عالم الرؤية كما كان في قضية يوسف عليه السلام سورة مبنية على عالم الرؤى فهذه الرؤى الصالحة تأتي فقط للمؤمنين بالله عز وجل وبأهل البيت وبأب الفضل العباس وصاحب الزمان سلام الله عليه برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر